حبايبي الحلوين grade 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنشرح fractions ايه هو fractions تعالوا نشوف كده مع بعض الاول نفهم يعني ايه fractions اوكي طيب look at this boy and these girls خلاص they are holding a pizza a pizza كل واحد فيهم ماسك pizza طيب the first one اول واحد خالص this boy is holding a one pizza how many pizza do we have here only one عشان كده pizza كاملة كده على بعضها بسميها ايه it's a one hole اسمها ايه one hole what do we call it one hole يبقى انا عندي I've got one pizza called one hole يعني انا عندي بيتزايا كاملة خلاص طيب ها البوي دوت عنده one friend اتصل به وقال له انا جاي اعمل حسابي في البيتزا فهيعمل ايه ساعتها هيقوم مقسم البيتزا البيتزا بتاعته into two equal parts into two equal parts يبقى تعالوا كده نقسمها into two equal parts he will divide it into two equal parts اوكي طيب each part كل part من دول اسمه ايه يا ولاد اسمه هاف اسمه ايه هاف what do we call it هاف طيب how do we write it طيب بصوا يا ولاد this is ها هنسمي اول بوي خالص اسمه علي مثلا سيء مثلا هنسمي علي يبقى اذا فرس بوي اسمه علي second بوي اسمه عمر عليكوا حفظيني الاسامي خلاص the shaded part او the colored part الجزء اللي احنا بلونينه ده ده بتاع مين this is عمر's board او علي's board ده بتاع علي طيب وده بتاع مين ها ده بتاع مين عمر خلاص يبقى the علي's board each part considered as a half again half لما انا جيب البيتزا بتاعتي I will divide it into two equal parts each part will be considered as a او is called a half طيب how do we write it in a fraction way اول حاجة first I will draw the plate هرسم الطبق بتاعي اللي هحط عليه القطع بتاعتي او البارت بتاعي خلاص ها طيب علي طيب هو علي اكل كم بارت how many parts هور علي عنده كم بارت علي only one اوكي all of the parts كل البارتز قدي قدي عنتي one two يبقى كلهم قدي اكتبهم two تاني one more time تعالوا نكتبها بcolor different شوية تاني نشرحها تاني ها again first I will draw my plate انا هرسم الطبق بتاعي اهو رسمت الطبق بتاعي اللي هحط عليه this is my board او علي's board الجزء المتلون ها هنكتبوه فوق الطبقة اللي احنا هنكلو اللي هو متلون هنحطو ايه on the plate طيب all of the parts ادي one two احطوهم ايه تحت يبقى دايما top part او ايه الفوق ها الpart اللي فوق ده اسمه ايه الcolored part ده اسمه top هقولوكم كمان شوية اسم دي اسم في الماث غير top طيب والbottom part ده البottom يعني اللي تحت البارت اللي تحت ها يبقى all of the parts كل الparts اللي موجودة عندي خلاص يبقى انا اكلت ايه بحطها انا الpart بتاعي مش انا لما باجي ااخد البيتزة بتاعتي النصيبي بحطه على الطبقة بتاعي من فوق طيب all of the parts كلهم بحطهم ايه in the bottom اوكي خلاص خلاص فهمنا الحتة دي طيب يبقى اول حاجة لو عندي بتزايا وانا ما قسمتهاش خالص بسميها ايه one whole طيب if i divided into two equal parts عندي شرط لازم يبقى كل ما ينفعش علي ياخد اكتر من ايه ها من عمر ها لو علي وعمر يبقى ما ينفعش يا ميس لا مش هينفع انه هو ياخد اكتر من ايه من ايه اه من كل واحد ياخد قد التاني بالضبط ده الشرط اللي موجودة عندي عشان يبقى fraction لازم each part equal a the other part خلاص كده تمام تعالوا نمسح كده ونشوف ايه ها مثلا هنسمي ها هنشوف ها قلنا ده عالي عمر ده فرستوان عالي عنده عمر ها this is مثلا سلمة سلمة she needs خلاص تعالوا نشوف الاول الثرد تعالوا نشوف الثرد كده يبقى انا عندي كم واحد عندي one two three طيب طيب نقول ده سلمة خلاص يبقى ده علي ايه this is عمر عشان ما ننساش this is سلمة this is a man اوكي تمام اوكي طيب دلوقتي سلمة اتصرت بي بي علي وقالت له لو سمحت يا علي من فضلك اعمل حسابي في البيتزة دي خلاص تعالوا نمسح كده ونشوف لما يعمل حسابها في البيتزة ايه اللي هيحصل تعالوا نرسم بقى ايه البيتزة اللي هتاخدها this is this is the pizza اوكي now i will divide it ها كم واحد عندي how many people do we have ها عندي علي عمر and سلمة i've got three now i will divide my pizza into three equal parts ما ينفعش حد ياخد اكتر من التاني وإلا مش هيبقى small fraction خلاص كده طيب تعالوا ازاي بقى نعمل ايه يبقى لازم كل واحد ياخد قد التاني بالظبط تعالوا كده نشوف هيحصل ايه انا حاول اعملها هنا كده اوكي يعني على قد ما قدرت ان هما three equal parts this is ها قلنا this is علي's part ده بتاع علي الجزء ده بتاع مين بتاع علي this is علي's part الجزء المتلول اللي هو ده this is علي's part طيب والtwo parts تانيين واحدة المين ها one part for ها عمر and the other part for سلمة اوكي طيب انا عايز each part will consist of ايه بسمي ايه third بسمي ايه third بس اجان one more time third اوكي طيب how do we write it in fraction ها form ها اول حاجة first thing i will draw my plate هرسم الطبق بتاعي الشرطة دي يعني الطبق بتاعي this is my plate how many parts for علي only one كل بيتزا طيب هعمل ايه خلاص i will clean this خلاص تمام والمرة دي هقسمها على ايه ها انتو ايه عندي علي عمر ايمان and salma i've got four people so now i will divide it into a excellent سمع حد بيقولي into four parts بس لو سمحت ينفع علي ياخد اكتر منهم لا يا حبيبي لازم ها كلهم اد بعض تعالوا كده نرسم البيتزا بتاعتنا ها اوكي again i will divide it into four equal parts ها دلوقتي هقسمها ها into four equal parts اه ها this is the alice part ده بتاع مين علي this is alice part خلاص الجزء دايما متلون ده بتاع علي وانا قسمت ها how many parts one two three four اوكي طي اوكي عشان اعرف how do we write this fraction draw my plate اوكي how many color parts الجزء المتلون اللي هو بتاع علي دايما color parts on the top one all of the parts كل البارد ايه كلها four عشان كده انا بسمي fourth fourth again or quarter fourth or quarter both are correct لو قلت fourth صح لو قلت quarter صح بس دايما الاسم ال common او الشائع اكتر او اللي احنا بنبقى عارفينه اكتر هو والquarter اوكي طيب تيجي نقول الصنج بتاعتنا طيب نقول اي داني half third quarter these are fractions all of them are less than one and greater than zero again one more time half third quarter these are fractions all of them are less than one and greater than zero طيب يا حبايبي يعني ايه الكلام اللي انا قلته في الصونج دا طيب انا كلهم ايه قلت لما انا عندي اول واحد خلط اسمه ايه one whole بيت زي كاملة طيب هنا ايه اسمتها into two equal part بص كده على البورت دا كل بورت من دولت طبعا اصغر half يعني زي ما اخدت ايه نص البيت زي النص ولا الوحدة الكاملة لأ طبعا ها الone is bigger يبقى الone whole is bigger عشان كيف اقول all of them كل الفريكشن it's a piece of one it's حتة من الone يعني انا خدت حتة من الone بيتزا اوكي طيب نفس الكلام انا عندي في الثرد ها انا اسمت البيتزا بتاعتي into i will divide it into three equal parts ها ها each part is smaller than one ليه يمي اسمه هو it's a part of one مش الحتة الثرد دي الحتة الصغنونة دي اصغر من البيتزا كلها اللي مع علي اللي في الاول خالص دي طبعا ها طيب نفس الكلام مع ايمان the quarter is smaller than one ليه يميس it's a part حتة من الone يبقى نايمان يبقى نافاهم the fraction is a part of one تمام كده يبقى طبعا smaller the half and the third and the quarter they are smaller than one ليه يميس why because they are they are a piece of one piece of one حتة من الone اوكي تعالوا نشوف اللي بعده اوكي يلا the first one بقول هنا ايه the half how do we write it the half والله half again one more time half يبقى i will divide it into two equal parts how do we write it وننضروا my plate خلاص ها طيب يميس اوكي انا عملت one ها وكل parts اللي عندي قد ايه two the first part ده كده بسمي ايه numerator the top number of the fraction the numerator ها the numerator the numerator ها the numerator بسمي ايه numerator ها the bottom part بسمي ايه ها قلنا ايه one more time denominator معلش الاسلامي صعبة شوية ها the top part is ها numerator the bottom part is called ها denominator طيب والplate اللي احنا قلنا عليه الطبق بتاعنا ده اللي احنا قلنا عليه ميس اسمه ايه ها بسمي ايه يا ولاد ها بسمي the fraction bar the fraction bar again one more time the fraction bar ها يبقى the top part numerator the bottom part is denominator خلاص كده how many equal parts احنا قولا عندي two equal parts يبقى the one contains two equal parts the two في الكسة تعتمين ال half يبقى عنده كم half يبقى ايه ها each one contains two halves خلاص كده طيب تعال نشوف اللي بعده ها the third the third اوكي ها this is one whole قلنا البيتزة الكاملة لو اسمناها into three equal parts each part ها كل اسمه ايه يا ولاد third it's a third a one third both us are correct قلت a third or one third ما هو one ممكن اقول one third or a third a يعني ايه it's for a singular مفرد صحي كده واخذيناها في الانجلش اوكي طيب again how do we write it ها one on the top and ها three on the bottom قلنا one ها top بتاعي بسمي ايه numerator again one more time numerator and the bottom part all of the parts كل الparts اللي انا استمتها هيبقوا three اسمه ايه again denominator تمام طيب again ها انا عندي هنا this is the one whole البيتزال كاملة now i will divide i divide it into four equal parts each part considered as a quarter it's quarter or fourth it's a quarter or fourth او ممكن اقول عليها one quarter or one fourth اوكي again بكتبها ازاي i will write one on the top او on the numerator and four in the ها denominator and this is الشرطة اللي بتو the plate is called the fraction bar the fraction bar تمام كده يا ولاد دايما ها تعالوا كده نشوف بقى ايه ال exercise اللي عندنا خلاص هو بيقول لي هنا ايه look at these pictures ها بيقول لي هنا ايه why i will find the equal parts i will find the equal parts or not the equal parts يعني انا حدد فيها بيقول لي look at each set of shape then color the shape with equal parts as the example okay طي here do i have this is i've got a four equal parts صح كده do i have are they equal no they aren't okay here we have got two triangles each one the first one two parts بتوعي دولة بقى are they equal no they are not هعمل ايه i will color the equal parts دولة متقسمة بالظبط يا ميس انتو ايه مين يقول لي من الشاطر اللي هيقول لي what fraction is this it's ايه يا ميس تعالوا كده right قولنا draw the bar of the fraction draw my plate اوكي طيب انا هاخد one piece of this اوكي طيب وايه كلهم all of the parts two يبقى the half عشان كده انا بلونها عشان عندي two equal parts again one more time i've got two parts متقسمة this heart is divided into two equal parts but not this is not equal parts again are they equal parts تعالوا كده شوف يا ميس اه انا عندي two equal parts وهنا كمان two equal parts يبقى both are correct اوكي تمام تعالوا نشوف اللي بعده are they equal yes ياميس متقسم لthree equal parts قلنا لما متقسم عندي three equal parts اسمه third اسمه ايه third are they equal parts no يبقى they are not a fraction they are not fractions اوكي طيب are they equal parts دولة ياميس متقسمين دولة كده متقسمين ياميس دولة four لا الحبيبي هما مش متقسمش equal يبقى they are not equal are they equal parts yes ياميس يبقى this is the equal parts يبقى انا عملها نلونها طيب are they equal parts yes i've got two equal parts each part considered as a half لما يبقى عندي two equal parts بسميه ايه half لابقى عندي three equal parts بسمي ايه thirds هذا third لابقى عندي four equal parts بسميهم ايه quarter او fourth خلاص كده طيب يبقى this is an equal parts this is unequal parts يبقى انا مش عايز اوكي طيب تعالوا هنا منبصي هنا i've got two equal parts i've got another two equal parts يعني equal parts قد بعض بالضبط عاد لربنا اوكي يبقى لما يقسم i will divide the pizza يبقى لازم عندي شرط ان هما يبقى equal to each other اوكي are they equal look at the picture ها are they equal لا اده حد دي حكا التاني يخذ اكتر شوية يبقى this is not a ها a fraction اوكي لما بيقول لي three unequal parts yes this is wrong i've got four equal parts each part consider او ما يقول له متقسم على four يبقى اسمه fourth or quarter او متقسم يا ميسا على four بس they aren't equal يبقى is not a half fraction is not a quarter ها are they equal parts no they aren't four unequal parts are they equal yes divided into three equal parts عشان كده بسميها ايه each part will considered as a a third اوكي طيب هيبقى عندنا هنا تعالوا الحل ايه في الاول خالص كده هو example بيولي color one of the parts then color the matching اوكي يبقى انا هلون يعني مسلا سي مسلا i will color only one part يبقى which fraction is this مبدأ ايه قلنا ايه I've got all of the parts كل parts بعيد one two يبقى اكتب two how many color parts only one so the answer for the first one is a half اوكي I've got one two three متأسمى لثري يبقى عندي هو بيقولي color only one part color only one part يبقى انا عندي ايه طيب ايه انا بكتب هنا ايه draw my plate how many color part one all of the parts three you saw that I've got third again I've got two equal parts each part consider I will color one part يبقى ايه عندي half again one two three ها يبقى متأسمى لثري اوكي draw my plate all of them are three I will color one part it's a third يبقى انا I'm gonna choose third نقدر نحلها بكل سهولة هتبقى عندنا موجودة في page 107 108 ياريت نحل عليهم الايه الاكسرسايز الاكسرسايز بتاعنا وعندنا الhomework هيبقى pages 99 لغاية 105 ما تخافوش دي سهلة قوي كلها drawing او مثلا بنرسم او yes or no فسهلة قوي الاسئلة ولو في حاجة واقفت معنا ياريت ايه يعني ايه نتواصل مع بعض اما تكتبوا لي في comments او لو حد يعارف يتواصل معي على whatsapp اه هبقى مستقوي وحب انه كنت تبقوا شغالين معايا ومتجاوبين معايا ومتفاعلين خلي بالنا الحاجات دي كلها مترتبة عليها سنة تالتة برضو هنرجع برضو هناخد fractions بتوسع اكتر وهناخد operations عليها وربنا معينا ان شاء الله وشوفكم على خير ان شاء الله متنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته